بعد أقل من شهر التطوي وزارة التربية الوطنية ملف التقاعد النسبي حيث حدد التاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات طلبات التقاعد ليتم مباشرة ومبتئا من السنة المقبلة في اعتماد القانون الجديد للتقاعد الذي صادق عليه نواب البرلمان نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن تم تعديله باقتراح من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة تعديلة لم تستسغها نقاباته الوظيفة العمومي قرار الحكومة إلغاء تقاعد النسبي أشعل احتجاجات عارمة وسط الطبق الشغيل التي شنت إضرابات خلال الأشهر الماضية وتواعدت بالمزيد خلال الأيام القليلة القادمة والتي سيفصل في تاريخها في السابع من الشهر الجاري بعد اجتماع تكتل النقابات المستقلة ما يعني تمسك الأخيرة بمطلب إعادة النظر في إلغاء تقاعد النسبي نحن بينا أهم الشيبيات التي تنظر من اتخاذ هذا القرار دون براسة دقيقة ودون أعطاء الوظيفة نحن كافي لنقاش من التقاعد ونحن ندارنا مستمر ونثمننا لدينا أمل كبير بأن رئيس الجمهورية لأن الورقة الأخيرة الآن عند رئيس الجمهورية يستخدم القرار المناسب الذي يحمي هذا المكتب ويحمي المؤسسة العمومية المؤسسة تبريرات الحكومة التي ربطت تلغى تقاعد النسبي بالوضعية المالية الحرجة لصندوق التقاعد لم تشفع لها في عدول نقابات الوظيفة العمومي عن الاحتجاج فهل سيكون الحادي وثلاثين من جونفي الجاري أخر أجل للحديث عن التقاعد النسبي أم أن تكتل النقابي سيعيد المياه لمجاريها